السلام عليكم مع الموجة المفتوحة لقناة هلا بالتعاون مع موقع طانت. أرحب بكم أجمل ترحيب. وأيضا أرحب بحرارة بالكاتبة والإعلامية شوقية أروك من الطيرة. ما نقول من الطيرة أو من الناصر؟ أنا أحب الناصر كمان. الطيرة والناصر. الوطن وطني. يكون عندك أحيانا ميل معين للناصر بالذات. أكيد. أكيد مسكة راسي. أدأكل لك وشبابي وعمري وقراءاتي وشوارعها ومدارسها. أنا بنت الناصر. بنت ربة الناصر. بنت جدران. بنت تاريخها. بنت كنايسها. بنت جوامعها. أنا بنت الناصر. العكس الناصر في القلب دائما. والبعد الجغرافي هذا لا يؤثر. لكن أنت دائما طول حياتك كان عندك اسم لامع مشهور. أنا أتذكر كمان. ونحن صغار أصغر شوية من اليوم دائما سمعت اسمك دائما ذكر اسمك بكثير محافل. أنا بديت الكتابة بصراحة في الخمسة وسبعين. يجب أن تشفك تميم الله يرحمه؟ لا كابل تميم. أنا كنت كابل تكريبا تسع كتب أخرى. البداية كانت في ندرسة تنوية. بذكر. ومن هون لازم ننوه أنه كم المدارس كانت تتأثر في الطلاب. القراءات بنفس الوقت المناقشة. كانت دروس اللغة العربية وأنا بصراحة بفتكر أن أنا تلميذة الأستاذ سعود الأسدي. اللي زرع فينا حب الكلمة وزرع فينا حب البطالعة. فبديت أنا في الكتابة بالخمسة وسبعين. أثناء كانت فيه مجلة تصدر اسمها خاصة للشباب. هي زارة الشباب. زارة شباب. كانت أولا كانت لأولادنا إذا تتذكر. وبعدين أجت زارة الشباب للطلاب الثانويين. وكان رئيس التحرير ميشيل حداد. وكان عامل زي هيئة تحرير. أنا كنت في هيئة التحرير. بالخمسة وسبعين. وبدأنا هناك من الانطلاقة الشعرية. تعرف التقليد هذا. تقليد الخواطر. تقليد الشعر. لكن الأرض الصلبة اللي وقفت عليها. هي بعد الثانوية. سنة السبعة وسبعين أصدرت. كنت أكتب في زرية الأنباء. كنت أكتب في زرية الفجر. كنت أكتب في زرية القدس. كنت أكتب في زرية الشعب. هذه الصحف تصدر في الضفر. يعني ليس تميمي اللي فوتك على المجال. لا تميمي. كان قارئ إلي. كان قارئ إلى الصنارة. بعدين لما كنت أكتب في زرية تانية. هو أنه حي معنا. إن كان طوالي. أنا أكريك شو يقول. لا هي لحالها. كل شيء شاطرة. ليس بحاجة لمساعدتي. كيف كان يتواجهني. هو داعم. هو داعم. داعم للمرأة. داعم للمرأة. مش بس لشوقية أخرى. لبناتنا. داعم للتعليم. داعم للقراءة. داعم للمطالعة. وبحب دايماً أن المرأة تكون بارزة. بصراحة يعني. بارز بطموحاتها. بارز في مواهبها. في كلماتها. لدرجة أنه لما كنت أكتب أنا شيء. كان يفتخر. كنت طلعة شوقية وكتبة. لحظة نرجع. هذا سألتك داعم لبناتنا. لأولادنا لبناتنا. من بناتنا ومن أولادنا؟. أنا لما تجوز التميم كان عنده أربع أولاد. أربع أولاد برد أن توفي. أنا ربيت الأولاد. والبنات تعلموا. شو سميهن؟. الأربعة. الأربعة. ميسون معلمة للتعليم الخاص. اليوم. سهاد معلمة للتعليم الخاص. برضو اليوم. اليوم. سائد مهندس. وعنده مصنع. وبنفس الوقت محمود محامي ورجل أعمال. أدو الأربعة. أنا خلفت كيان. برضو معلمة للتعليم الخاص. ما لكم على التعليم الخاص. نريد أن نصر لنا التعليم خاص في هذا الوقت أخرى. أعمل بأخرى. وعنده سجا صيدلانية. وعنده سوار مستشارة في مدرسة يهودية. بسرعة. الحمد لله. الحمد لله. عندي عيلة راعة. 14 حفيم. نفتخر فيها بشطرتها. مدرسة يهودية والعربية. إنها مستشارة. مستشارة هناك. والحمد لله. ناجحة في حياتنا. أنت تتصال بأهلنا في الناصرين؟ دائما. أصدقائي. ولصفحت بعدنا. بتعرف بفضل الفيس. وبفضل هذه وسائل التواصل الاجتماعي. هذه كلها ترجعتنا لأيام زمان. بالناصرة. لو أنت معك هوية الطيرة. مش رح تقدر تصوتي بالناصرة. لو معك هويت الناصرة. أنا بعد زواجي. بعد 10 سنين. تنكلت هذا. كنت أصوت لها في الناصرة. يعني نكلت. آه بعد 10 سنين من زواجي. نكلت لتطيرة. صرت أصوت بطيرة. شو صار أعوز وصوتك يمكن. صار أعوز وصوتك. بالضبط. يعني شو بتعرف دول العائلات. بس بنفس الوقت. نحن من اختار الرجل المناسب. في المكان المناسب. يعني ولو مرة أنا كنت عائلية. بصراحة يعني. دائما أتوجه لمجتمعي. أتوجه للقضايا اللي بتهم مجتمعي. هاي هي المهم. سألتك سؤال. لو أنت في الناصر ومعك الهوية. بتصوتي عليه السلام أو الشريف زعبي. أنا بصراحة. أتنين من المرشحين هناك. أتنين. باش إذا فيه ثالث. اللي أنا بعرف الشيء. أنا بعرفش. بعرفش. بس بعرف أن الناصرة في أزمة. الناصرة بحاجة لشغل. بعرف أن الناصرة. بالتعرف الوضع الحالي اليوم صعب. صعب أجأ أقرر مين. بصراحة صعب. بقول. يعني حتى أبو فادي. حتى إحنا مجتمعنا كل اليوم في أزمات. خصوصا قضية الميزانيات اللي قاعدين بقلصوها. فإحنا كلياتنا. مش عارفين. حتى لو اليوم انتخبنا وجوه جديدة. شو رح يكون مصيرها. هاي الوجوه بظل هاي الحكومي. بقول بظلها الناصرة أو أهل الناصرة. إليهم نكهة خاصة. أكيد. ما عرفش في شيء مميز. يعني لما بكون مع. يعني لما بحكي مع نصراوي أو نصروي. خلاص بشعر أو يعني بكرر هذا نصراوي. إحنا أمران كنا نقول إحنا شربين من ميت عند العذرة. صراحة يعني. هاي ميتنا غا تختلف. بس بنفس الوقت. كل جغرافية بلدنا يعني توطننا جميلة جدا. الناصر يمكن التاريخية. لا تنساش إنها مدينة من أول المدن. يعني اللي موجودة في الوطن. بنفس الوقت تاريخها العريق. بس نماجه تم كل ثوم على البلاد. راحات على حيفا مجتش عندكم أو محمد. ما كانت زي حيفا كانت طرف حيفا ويافا وعكا كانت هي المدن الفلسطينية اللي كبيرة. فراحت على حيفا. بينما الناصر اليوم هي. اليوم رغم إنها موجودة تاريخيا. لكن الناصر حتى بهاي الظروف. محلطة. يعني لما تفوت إنت على سوق الناصر اللي كان يوم من الأيام توهج التجاري. كان العالم كلياته من الكرة من الشماء من الجنوب يجوا على الناصر. اليوم السوق ببكي. الحيطان بتبكي. هذا السوق الكديم اللي لازم حسب رأي يكون محطة للجميع العربية. بالسوقية أنا بديش أتهم السياسيين الحق عليهم. يعني كلك الحق على علي سلامه والحق على الجبهة. أنا حسب رأي هاي الجمهور في المجتمع العربي كمال بحاجة يدعم ويساعد. يعني أنت تحكي عن السوق. مكان السوق ويبطل روح يشتروا منه. صاروا روح على الكنيون ورحوا. يعني فيه أشياء. هاي مجمعات التجارية قضت على السوق. تاني إشي تنساش أن الناس اللي لهم تركب سياراتها. والسيارة تفوت على السوق يمكن صعب يكون فاد. بس هو تاريخيا لازم هذا السوق يظل مفتوح. لازم يظل وجهة الناس كلياته تيجي. لأن هذا كان يوم من الأيام كان عنوان. عنواننا. في هناك مطعم اسمه مطعم جنيني. أه. تبعت أبو ماهر مجديني. هذا عند العين كان مطعم. أبو ماهر بس ما يفكروا أنه أبو ماهر. لا مش رئيس البلدية لا حياة أبو ماهر لا لا. هذا كان من دار عون الله يعني كان مسؤول عنه. وهذا المطعم بجنب المبنى البلدية القديمة. بالضبط هناك بديك المنطقة. فهناك لما تكون هناك بتشعر بنكهة الجليل الشمار بنكهة الناصري بنكهة أهل الناصري حتى الأكل بيكون له طعم أهل الناصري. أنت لما تفوت من أول الكنيسة البشارة إلى فوق بصراحة تتدخل هذا بتحس أنت أنت بتمشي على حجارة صلها آلاف سنين. بتمشي أنت على رصيف وبتمشي بأزقة اللي هي الطاريخ بنادي عليك بكلك أنا موجود. يعني هذا الناصرة مش مجرد عمران مش بلد جديدة. الناصرة الكديمة من أجمل ما يكون يعني لو يتسلط عليها الإعلام أكتر من هيك جمالها في الداخل. بس الإعلام. لا لا الإعلام حتى السياحة في الناصر معروفة عنها يعني حتى إذا بتلاقي أنت البرامج السياحية ده من الناصر مش موجود في البرنامج السياحي. إلا هذا هذا هو. أتذكر قبل وقت فترة رامز جرايسي كنا في البلدية لشؤون صحفي. بعدين عليه السلام أجاء وأصر أنا بعيد عن السياسي سواء بالناصر أو بالطيبة أو بملفحة. بعيد جدا عن السياسي. لا أستطيع أن أكون قريبا على السياسي. فأجاء بعد الاجتماع. عليه السلام في عنده صفات كرم. يعني يجب السلام جاء. لازم نأزمه على غدا. أخذنا على مطعم الجناني. أنا عليه السلام أعرف قبل ما يصير رئيس بلدية. هو صديق لعائلتي. بك أحسن أو اليوم أحسن؟ والله أنا أنا صراحة زيما ما شفتوش يعني. أما هو إنسان كريم. أنا أنا حسب أنا أعرفه قبل ما يكون رئيس بلدية. كان هو صحابه وإخوالي. وكان دايما يجوا. يعني إنسان كريم. إنسان مني. أصلا النصروية بدون يسألك أم أخوالك. أنا أخوالي. أنا عائلة دار الشراري. يعني أخوالي شراري. أنا شراري. مش شرارة. لا لا مش شرارة. شرارة حي الميدان. في شرارة وفي شرارة. شرارة الحارة الشركية. أما شرارة حي الميدان. في الناصرة. أنا أخوالي. وأنا تربيت بديك الحارة. يعني بحي الميدان. مقابل سينما دي أنا معروفة. وين مدرسة الثانوية. تعلمت فيها البلدية؟ أنا مدرسة البلدية. اللي كانت في منطقة الكاراجات. اليوم بسموها ما هي هدموها. وسموها مدرسة الجليل. هدموها. أما أنا في المدرسة القديمة. هدموها. دعنا نشرح لأنها عتكت. أنا بصراحة. بس عملينها أنا مرات. يميلين كاراجات هناك. عملينها بهذه المنطقة. أما هي ما أصني. ليش هدينها؟ ولا ما بعرف. أنا حي الله في أحد الأصدقاء. بعث لي يميتها فيديو. كاللي طلع شوقية كيف هدموا مدرسة. مدرسة هذه على فكرة. تعلم فيها سميح القاسم. تعلموا فيها شعراء ودباء. خرجت. وأنا اتفاجأت أن كيف هدمت. وفي بلدك جديد الطيرين. ما تتخرجو الشعراء ودكات؟ كيف جوزك. الحمد لله. أتلع. كضية الأدباء. لا لدينا في الطيرين. أنا محسوبة على الناصري. عندما أقول أنا أديبة نصروية. على طيروية بصراحة. بصراحة أنا بنت الناصرة. وبفتخر إنه بنت الناصرة. وبفتخر إنه بنت الطيرين برضو. بس بظل نكون. ممكن أكون شكلك. توجهك. لغتك. اللاجتك. بظل نصروية. أكيد. تؤثر الأولاد من. أكيد. 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 أكيد لي. وسيص Saenzan killing Sie. تد Naklon língani. أحد point. أصبت المتاعدينين. أصبتهم. using them. Igarina Jogamo. أبوه الأبوهن. الحمد لله. فأتفاجأتي أنه ولا فيهم مشقربين عن ذلك. حقيقة. أخذوا عن أبوهن. من أبوهن. هكذا المحبة. واللون عينيهم أيضا. نفس عيون أبوهن الصغار. هكذا الحلوات. على خدار. هذا الخدار الجميل. وأنا أتحدث معك. نتذكره قاعد محلك. بالضبط. قبل سنتين. شهر اثنين قبل سنتين. قاعد محلك. ورحيله تأثر كثير. ترك فراغ في حياتي كثير. الحمد لله. ترك سمعة. كان صديق حميم لعزمي بشارة. نعم. هم المؤسسين التجمع. عندما تأسس التجمع. كان من الأوائل أسسه. هنا بقايا الحركة التقدمية. عندما تعرف الحركة التقدمية. محمد معار. كان محمد معار. فتوجهوا كل ياتين. وأسسوا حزب التجمع. وكانت من البداية. وقبل وفاة التبنين تقريبا ثلاثة أربعة سنين. نفصل على التجمع. كان أسباب خاصة. لكن. ما سمعته. ما قردلوش. ما يهاجم بشكل سمح الله. أشياء. الخلاف لا يفسد قضية. بالعكس. أصدقائنا. وأصدقائنا ما زالوا. أستاذ وصلتها. لجمال زحالكة. كانوا من أروع الناس. وظلت سلاقتنا مع بعض. لا. دكتور جمال زحالكة. صديق صديق. كانت علاقات قوية. علاقة تميم منصور مع عزمي بشارة. علاقة جمال زحالكة مع تميم. كانت قوية. كانت قوية. جمال أخر كان قريبا على تميم. تميم قريبا على جمال. قلت لك. اختلفوا سياسيا. أما من ناحية صداقة. حضرتك كيف تعمل؟ في البلدية؟ أنا أشتغل في نرسة تنوية. نرسة تنوية. تعلمت صفرا وتأمين مكتبه. لماذا تكذل خلصة؟ نكفد. كيف لديك أحفاد؟ 14. الحمد لله. أحفاد أخر ناجحين وأحفاد كبار. والأحفاد في من هنا نتجوز أخرى. الله يخليك. أخرى. الله يخليك أبو فادي. أخرى ما تحكي فيه مؤثر. 14 حفيد. وبعد الحبل جاء على الجرار جاء. في العربية. الحمد لله. والأحفاد ابن ميسون تجوز. ظهر عنده ابنت. وبنت سهادة تجوزت. الحمد لله. تميم تترك عائلة جميلة جدا جدا. ثرية. ثرية. ثرية بالأخلاك والسلوب. الحمد لله سمعت. لماذا تداركم محلها؟ لماذا تعطيني من الشركة على اليمين وع الشمال بعدها؟ نعم. بعد محلها الحمد لله. كنت عدتكم أنا مرة لها؟ أكيد مرتين. مرتين. كل واحد تعرف مستقل. الحمد لله. كل واحد داره مع أرضه مستقلين. الحمد لله. كنت تعتبر مشاركة في حيات أولادك وأحفادك؟ كل شيء. هذا الأولاد. هذا الأولاد. هذا الحياتي. بالعكس أنا أمهن. أنا أم سائد. أم حمود. أم ميسون. أم سهاد. أم كيان. أم سجا. هذا الحياتي أصلا. وأحفادهم. وأحفادهم يحبوني أكثر من أبياتهم. وأهلين. نعم. أنت عندما. إنسان زيتمين يستحك كل الخير. يستحك كل المحبة. يستحك كل العطاء. وبالأول. بصراحة. عندما يكون عنده أربع أولاد. تخطي أربع أولاد. وأنا كنت بكمت نشاطي. بكمت هذا. لكن وجدت أن يستحك. خصوصا لما أنا. أنا بالأول. كنت أهل الموضوع. أربع أولاد. أما. لما شفت محمود. هذا الصغير. كان صف رابع. اليوم محمود. هو ابنك. لا. ابن تميم. هذا الصغير. اليوم أكبر منك. اليوم محمود. عنده ثلاثة أولاد. ابن صف اتناعش. رجل أعمال. إذا لما شفته كان صغير. رجل أعمال. هو خلص محمد. بس بشتل برجل الأعمال. بتنكل بين. الطيرة. دبي. التركية. الحمد لله إنسان ناجح. فأنا لما شفته كان بصف ثالث. طلعت علي. دغر قتل تميم. ما تشحد بأربي غيري. أنا اللي بلازم أربي. فهو قريب كثير كثير إقرار إلي. قريب جدا جدا. محمود هذا الإنسان. مش مجرد إنه هذا. هذا ابن وأكتر من ابن حتى. وبنات أمران بيضل يقولوا. بيقول أنت تحب حمود أكتر واحد هنا. آه بحبه. هذا أنا تربايت. تربايت للكل. أنا بفتخر. بفتخر إنه هذول الإنسان. هذول الولاد. اللي أنا أم هنا وأكتر حتى. يعني. ديش أقول لك. رضيش إنه غارين علي. بقدر أسألك سؤال شخصي شوي. أفضل. كيف تتذكر كيف عرض عليك الزواج. تميم. الله يرحمه. تذكري؟ أه ولأكيد. أنا كنت نشيطة كثير بالحركة التقدمية. صحيح. كنت نشيطة. وكنت أكتب. وكنت على صداكة. يومتها أجاوز. الله يرحمه. فوزي عبدالله. أجل فيه واحد اسمه تميم منصور. وزي عبدالله كان كمان بالتقدمية. كنا في المواكب. وكان بالتقدمية. وكان حياة جمع الكعوان. من أين بلد كان؟ من الناصرة. من الناصرة. أجل. 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 فيه شاب اسمه نجيب. تميم منصور. وهذا. من النوم الطيري. قلت له أنا أنا أروح الطيري. بطريقة الطيري قرية. وما فيش لعابر إسرائيلي. أنا أروح الطيري. يا زلما هو هذا. وشو. بعدين أيش. أخرى ما تجوز. عنده أخرى أربعة أولاد. أنا اللي بقدرش أعمال. ما هذا. قال لي أنت شو في هذا. سلما كعت معها. لفت نظر ثقافته. التزامه. بعدين مدت عدة أشهر. وأنا هذا. بعدين لما شفت الأولاد. قلت خلص. لأن الأولاد هم يشدون. شاعة القربة. لا. بعدين الأولاد يستحقوا. كان في ذاك الوقت. كانت أمهمة وفية. وكانت ظروف. وهذا. يستحقوا أن أحضنهم. يستحقوا أن أعطيهم. يستحقوا كل هذه المحبة. تتطلع على. كانت أمهمة تقول عني. شوكية بتعيط عمارك الطريق. أنا من النوع. آه. فأنت لما تشوف. كلب هاركيب. لما شفت هؤلاء. لازم هؤلاء أنا أربي. وفعلا. أنا أفتخر. وهذا. أنا أحبهم أكثر. شو كلك أول إشي. ما تخلي النشانسة. أرجع. كيف أعرض عليك. عبد الله. فوضع. عبد الله. كان شجاع. كان شجاع. أكتحام. وفارس. كان بكمة. كثير. كيف كان هو إنسان. أول إشي وسط. جمال. أستاذ جمال كعوار. وسط. أحيات فوزة عبد الله. وأخرى اثنين. ثلاثة. كان يجاب. بالأول. عشان يكن رؤوك. بعدين. لما قلت. لما شفت الأولاد. لما شفت الأولاد. لأولاد جاد أبوني. أنا حسب رأي. لما شفت الأولاد. وأنت أحبيت محمود. أجد أن يجاب أن يكون معا الولد. دائما. 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 كان دائما معنا. دائما. وأنا أعتز فيه بشكل. دائما. ساعد محمود. كثير. كيف نحن نحكي. نستلقى. ماذا نستلقى؟. ماذا تذكر الأشياء؟. لا تنسيها في الحياة. وأنت أمرأة مميزة. ليس إنسانة عادية. غير أنك كاتبة وأديبة. وأنت كمان أمرأة مميزة. باعتبار أن كنت من الناصرة. وأتجوزت وطيرة. وأمي قلت لك ذاعة. الأول. أميزة أصبح وافقا بالدار. ولكن عندما رأيتها. ما هي ذكرياتك؟. ما هي ذكرياتك؟. ما هي ذكرياتك؟. أذكر أن أول ما كان لدي مكتبة في الدار. طلعت أنا جهاز كتب. أنا مشهورة. كان هناك جهاز كتب. كل هذه كتب. بعدين أبوي. أبوي. لا، لا. أول شيء. كتب بكتب. أخبرنا الجمهوري. أنت جهازك كان أهم شيء مسمي لك تكون مكتبة. أول ما عملت أنا مكتبة. أنا عندها مكتبة ضخمة. تقريبا فيها عشرة تلاف كتاب. ممتدة بعدة غرف. ليس حتطور في واحدة. فيها كل الأدب الحديث والأدب القديم. وفيها كل. أنا كنت كل أما أروح على معرض كتب. أنا كنت أروح داما على معرض القاهرة للكتاب. وأجيب معي كتب. لحد اليوم. أخذوك إلى دبي. ابنك محمود أخذك معها إلى دبي. لا. المهم بكلك. فكانت المكتب هي. فلما يجوا لعنا كل هن تميم شوكي المكتبة. بالأول يتعجبوا مكتبة. هذه الأسئلة. بعدين الأشي المميز أن أبوي. لما أجوقت الكتاب. كتب الكتاب هذا الجمال. يعني أبوي. قالوا. أنا بطلب ولا أشي منك. إلا شغلوا واحدك. قالوا تميم. شوكي المكتبة. شوكي المكتبة. شوكي المكتبة. شوكي المكتبة منصور. فكنت أنا أول إمرأة عربية في البلاد هنا. قبل 35 سنة. ستكتب شوكي المكتبة منصور. بالأول كانوا يكتبوا واحد يتجوز. تضع اسم جوزة. عائلة جوزة. أنا لا أنا أضفت اسم عيلتي. وعائلة جوزة. شوقية روح منصور. كان شرط. كان شرط أبوي. زي الجهاز. أيوة. شرط أبوي أنه هيك. كله تميم ولا يهمك على رأسي. المميز في تميم أنه أعطاني المجال. أول ما بديت أكتب صراحة. لما بجريدة بانورا. ومجلة بانورا. وإذا بتتذكر كانت المجلة الصغيرة هاي. وبديت أكتب عندك. أول ما أجيت عن متلة. أنت بتكرت قلوب حائرة. مشاكل وقلوب حائرة. كانت عندنا في الجريدة. ولكن كنت أكتب مقالات في المجلة. مقالات اجتماعية كانت. وكنت أكتبها. وبعدين انتقلنا لصورة أنا. عندي زاوية كل كلمة تكوامشي. تذكر. وزاوية مشاكل وقلوب حائرة. واستمرت سنوات طويلة. فعلا. أنا بديت في المتلة عندك هنا. كانت يعني. فطلع تاريخ يعني. كيف شايف اليوم. من مستوى الطيران العصفور. نحاول ترجمها للعربي. كيف شايف الإعلام في الوسط العربي اليوم؟ اليوم؟ إذا طلعت عليها بالفوق. اليوم إذا طلعت من هذا. إعلام سريع. سريع. يعني أنت زي. اليوم الإعلام زي النار. بدي يوكل أي خبر. بدي كل شيء. يعني اليوم أنت عايش في فوضة إعلامية. يعني أنت بتمسك البلفون اليوم. أو تمسك هذا. بضلك تركد. تركد دور الإعلام. بطلنا نتحقق. بطلنا نقرأ بهذا. صلنا الخبر يمر بسرعة. وهذا الشيء سيء بصراحة. بطلنا نتمعن. لا من اليوم نتمعن لا بوجوه ولا بكلمات. كنا الجريدة تقعد أسبوعنا. وإحنا نقرأ فيها. اليوم تقرأ أنت أول سطرين ثلاثة وخلاص. هذه السرعة. هذه الفوضى الإعلامية. أنت عايش في غابة غابة. غابة إعلامية. وبتعرفش. يعني أنا بصراحة لما قاش أكتب اليوم مقالة. لما أبوز على مئة موقع. في العالم العربي. صور مئة موقع الكل. يعني. بطلت. بطلت. إذا كتبت مقار بمئة موقع. أنا أبوز على مئة وخمسين موقع عندي. يعني من سوريا للعراق لا. حتى لأميركا لا. في كندا. اليوم أنت عايش. فيش أقرب من العالم. يعني أنت اليوم أنت عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي. مع الجزائر. أنا طلع كتاب في الجزائر جديد. اسمه تراتيل النصر عن غزة. وزارة التقافي الجزائري. فأقول لك. إذا هل كدء إنه إحنا كراب. العالم كلياته بين إيديك. بين إيدينا. وهذه الفوضى الإعلامية اللي عايشين فيها. أثرت على شخصياتنا. نحن عايشين بسرعة. منركض ومنركض. يعني. بطل حتى الخبر يهمنا. صلنا نمرك على الخبر. أرقام كتلة. نمرك عليها. ما رأيك. باعتبار أنه حضرتك أمرأة مجربة. ككاتبة. وكما في عالم الإعلام. ما رأيك. كيف لازم نتصرف إحنا. إحنا. أنا حسب رأيك. نضبط ونقرأ ونطمعا. مش أي خبر. مش أي هذا. يعني يكون التماعون في الكلمات. التماعون في الخبر. التماعون هذا. هذا السرعة خلتنا ما نعرفش حدا. يعني بصراحة. نحن اليوم نعرف فلانة فلانة. من خلال نص صغير هيك. بطلنا نعرف. بالأول كنا نعرف مثلا. نكون عن رئيس بلدية. نعرف كل التفاصيل. اليوم أنت على عنوان صغير قاعد. فلا. اليوم لازم نرجع لهذا الهدوء. الهدوء يعني تلع. اليوم الوسائل التواصل الاجتماعي. والفضائيات. لما أنت بتفوت على بيتك. بتلاكي أنت خمسين ستين سبعين. إذا ما تشمية محطة. إذا ما ألف محطة. عاداتنا. تقاليدنا. نحن اليوم نبطل إلنا. نريد أن تكلد. مثل الغراب. بالأجي يكلد. ومعرف بالآخر نسي كل شيء. تحكي إليها للجمهور هذه القصة. تقريبا. لما أجي يكلد باقي الطيور. بالآخر نسيته الأولى. ونحن نبطلنا نعرف. صار يفكز. نفكي تفكز. نحن اليوم نتمسك بطراثنا. كأنه فقط جزء من الجمالية الطراث. أما من جواتنا نحن ضايعين. لكن جمال جميل جدا. أكيد. أكيد. بالعكس. لازم نتمسك. نحن ناشيات طراث. يندثر. لا ناشيات أبو فادي. بس ناخده شكل إعلامي. أو نفتخر فيه أنه تاريخنا. لا. طراثنا يجب أن يظلوا معنا في حياتنا. هناك تقاليد جميلة لدينا. هذه التعاضض الاجتماعي. المحبة. لما ترى مثلا شغلة حزينة حولك. هذا جزء من جمالية الألاقات الإنسانية. ويجب أن نتمسك فيها. لازم. ما رأيك أنت بالإعلام في المجتمع العربي بشكل عام؟ هل عاجبك؟ لا. بالنسبة لقناتها هي قناة رئيسية. أول ما أفتح الصبح. أرى الأخبار المحلية خاصة. هذه الأخبار البرقيات. هذه جميلة جدا. هذه أنت تختصر. كل الكسار بالليل تختصر الصبح. بصراحة. أنا أعتمد عليها. أعتمد عليها كثير. وهذه هي قناة إعلامية. اليوم هي الأولى في الوسطة العرب. من في إلنا غيرها؟ من أنا؟ هي قناة شخصية. ليس قناة إعلامية. الحكومية. لا. هي قناة شخصية التي تبث. وبينه وبينك. كل الإحترام الذي توقف. بهذا كلياته. لأنه بحاجة. قناة من هذا الشكل. ليس فقط راسمال. وريدك كادر. أما كل الإحترام. كل الإحترام. وأنا أعتز أن في المثلة. لدينا قناة. أعتز. نحن نعتز بكل من أصلك. أهل الناصر. الله يخليك. أنا جبت لك هدول. قلت لك أبو فادي. هذا كتاب. أنا بعد وفاة تمين. طلعت خمس كتب لأينا. هذا آخر كتاب. طلعته. عرين الكلمات. هو عبارة عن مقالات. مقالات سياسية. كان تميم حاطة. يعني نشرهم بالجرايد. تميم. تميم. هذا آخر كتاب. لحظة. دعنا نتمعن في رائحة كلمات تميم. الله يرحمه. مقالات سياسية عرين الكلمات. يعني. هو شبه الكلمات في أسود. في العنوع. نعلك اللي. شباب أسود. وسماها باية الأسود. عايق. أنا عندي مقالات نشرهم. فأنا جمعك. تقريبا أخرى. قاعدة أعمل لؤسة أخر كتاب. خمس كتب طلعت. أصولي من جمال عبد الناصر هنا. جمال. أخترت العنوع. أخترت الغلاف. صحيح. أنا أقول لي. جمال عبد الناصر. جمال وعبد الناصر وصدام حسين. صدام حسين. هذا صدام حسين. صدام حسين. صدام حسين. تعرف تميم ناصري. تميم ناصري. يعني. نسئ ناصري حتى أنه خاعدني. يجيله يمكنني. أه. يعني ما زالت صورة عبد الناصر. إحنا عينها معلقة في الدار. أول ما تفوت على البيت. صورة عبد الناصر. فأنا بعتز أنه ناصري. وبنفس الوقت. طلعت له كتاب أخرى عن الحكم العسكري في المثلات. كتاب الرابع. وطلعت له كتاب التاريخ. لا يكتبه إلا المنتصرون. هذه بعد وفاته. مقلاته جمعتها. جلال الدين الرومي. هذا القول أنا أخذ. اكتباس. 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 هذا اهداء تميم. ما مر ذكرك إلا وابتسمت له. كأنك العيد والباقين أيام. وما حام طيفك إلا وطرت أتبعه. أنت الحقيقة والجلاس أوهم. هذا جلال الدين الرومي. نحن من المتصوف. جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي. اليوم نحن. أنا بصراحة يعني أتعمق فيهن دائما. قريبة. لا تصوف مهين هذا. لا. لا. بتحس أنت هذا المجتمع المادل اللي عايش فيه. أنا الأوان أنك تطلع منه. وتطلع الرحانيات شوي 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 شوي. هناك نوع من الهروب. هناك نوع من الهروب. هناك نوع من الهروب. لكن المشكلة يا سيدة شوقية. أنه. اللي أنت كتبت له من هدف. جمهور الهدف. ليس كثيرا موجود اليوم. المهم من الكلمة. موجود يمكن. موجود بالديكتال. موجود بالمواقع. موجود أكل على الكتاب. المادة الورقية. يعني ما عادت زي زمان. مرة زي ما تفضلت. كانت لو تطلع بانوراما ٢٨٠ صفحة. يقضوا أسبوع. وما خلصوه عش. بالضبط. اليوم المشكلة أن الجمهور. أكل بكرة. كرة ورقية. مع أن أبو فاد. أريد أن أذكرك. أن الجمهور الأوروب. والجمهور اليهودي. مكتباتهم. أنا لما أكرمت. كتاب بطلع. أو رواية بطلع. ويطبعوا منها ١٠٠٠ ألف نسخة. ومليون نسخة في أوروبا. ما زالت الكرة موجودة. بس لنا هنا. ما يجب أن نفعل الشوقية؟ نحن لتشجيع المطالعة. لازم. هذا الكتاب ما أحلى. هذا الكتاب الثاني. لحظة الكاميرا. أحلى. يعني بكلمات خافقة. ومش قوية. ألوان. ألوان يعني. هادئة. هادئة للرأس. مع أنه داخل. يعني عواصف زلازل داخل. جوة. يعني هذا. أنا هذا الكتاب. أمرأة تعيش خارج الذاكرة. لماذا؟ تذكر ما هنا؟ تميم. أمرأة؟ أمرأة تعيش خارج الذاكرة. لماذا؟ على المستفاهم. عن جميلة بحيرد. صح. الجزائري جميلة بحيرد. كان تميم معجب في جميلة بحيرد. جميلة بحيرد. جميلة بو عزد. جميلة بو باشا. الجزائريات. الثائرات. فهذا مقال كتبه قبل ست سبع سنين. أنا عواصف رجعته. كتبته في الكتاب. من احترام. ماذا كنت تقول؟ هذا الكتاب الحب في الزمن اليمني. هذا طلع قبل الحياة. هذا تعليفي. هذا عبارة عن مقالات سياسية. لكن هناك صديق شاعر اسمه محمد الضبع. من اليمن قبل الأحداث. فاتفاجأت أنه جمالية القصائد العاطفية التي كاتبها. هذا كلها تخرج من اليمن. فأنا كتبت عنه دراسة. وضعتها في الكتاب. هذه كل الدراسة هنا. هذا مجموعة مقالات منه. دراسة عن الحب في الزمن اليمني. هذا طلع الكتاب قبل فترة. وفي هذا الكتاب. الوجوه كنادي للذاكرة. هذه عبارة عن لقاءاتي مع كتاب وشعراء. من العربي. من العربي. يعني أنا بعتز أنه التكاتل مع نجيب محفوظ. بعتز أنه مع الشيخ إمام. مع أحمد فؤاد نجيم. مع الفنانة نادية لطفي. نادية لطفي. هناك صورة هنا. مع نادية لطفي هنا. نادية لطفي. هناك مع نجيب. وهناك مع الشيخ إمام. نادية لطفي بالشكل الثاني. أنا أول واحد فوق. أنا وياها وأمي وأخي. نادية لطفي أنا لما التكت فيها. نفس البحث تاعتها في الأفلام. نادية لطفي لما التكت فيها. كانت طالعة من بيروت سنة 82. كانت في حصار بيروت. فأنا روح أتكت فيها كسياسية. وفي نفس الوقت اتطرقنا لأفلامها. اتطرقنا لعلاقتها مع عبد الحليب. أنا بطرف كنت معجبة بالخطايا. لعبد الحليب. الخطايا عملت معا. الخطايا وابي فوق الشجرة. هي مديحة يسري. بالزبط. عماد حمدي. حسن يوسف. حسن يوسف. الزبط. واب حليم حظن. شاهر؟ وخراج حسن الإمام. حظن. وقعدنا نتخرف على هذا الموضوع. وبنفس الوقت. اتحدثنا عن حصار بيروت. وعن علاقتها كانت مع يسر عرفات. وكانت إنساني يعني. كان لها علاقة غراملينة. لا. هي علاقة شخصية. بس لما روحت يوميتها أنا نشرت بإحدى الصحف. وصار يقول لها علاقة مع عرفات. أما هي من ناحية وطنية. كانت كثير كثير. وقريبة على الشعب الفلسطيني. أما هي مصرية. كل مفاين من أبو وإم. أبوها وإمها. أنا كنت أفكرها. هذا لا أبوها مصري حتى من الصعيد. شاهدت الفيلم بتاعها. أي فيلم. كل أفلام. لا مع عبد الحليم حافظ. أنا الخطائم أنا قلت لها. وكلها يعني بيجي بيحكي لك هذا عبد الحليم. ويجي بيجي بكل حاجة أي حاجة. وأنت بتزري البديا. فهي بتكلم. في هذا الوقت كان حطة حرب. بتكلم كنا مختلفين. لا لا. تلع هذه المجموعة. الوجوه قناديل الذاكرة. أنا بعتز فيها ليش. لأن في هذا الوقت. لما أنا روحت عمصر عدة مرات. فكانت اللقاءات مع فنانين بالأول يرفضوا. بتعرف أنت من وين جاي وهذا. بس بعدين لما كنت أقعد معه. يعني مثلا صارت صداقة مع نور الشريف. ولما نور الشريف يعمل فيلم ناجل علي. بعت لي أنه بدي حطها. وبدي هيكة وبدي هيكة. وبذكر أنا أمنت له إياهن. وبعدت له إياهن. وبعدين لقتي مثلا كانت مع الشيخ إمام. ومع أحمد فؤاد نجيم. هدول الشعراء اللي. أنا بعرف أحمد فؤاد حسن. لا أحمد فؤاد نجيم. بترف الشعر. أحمد فؤاد حسن. الفرقة الماسية. بس أحمد فؤاد نجيم. يعني الشاعر العام الجميل جدا جدا. كذلك الشيخ إمام. يعني كانت تطورة على الأغنية الشعبية. وأغنية الوطنية. فلقاءاتي كانت التكت مع الكاتب يوسف القاعد. بعدين كانت الأجمل شيء أخرى. لقاءاتي مع نجيم محفوظ. التكت في مرتين نجيم محفوظ. كثير كثير كتاب. مثلا إحسان كمال كاتبة. حسن شاء كاتبة. كانت رئيس الحرية لمجالة الكواكب. هذه أخرى اتكت فيها. غسان مطر. الفنان الفلسطيني. غسان مطر. اتكت معه عدة مرات. غسان مطر أخرى. عندما كانت طالع من بيروت. وأجوا تعرف كتله مرته وابنه. وأنا قاعد معي. كان الخبر وكيف كان الخبر. وأنا نشرته يوميتها بإحدى الصحف هنا. كانت لك أجمع. في الاتحاد. كنت في الاتحاد أكتب. مرة كنت تكتب لك صنارة. فترة طويلة. كتبت لك صنارة أكثر. في الاتحاد أنا فترة طويلة. كتبت في الاتحاد. فترة طويلة وبعدينت في الصنارة. كل العرب كتبتيش. كتبت نصف القمر. لما كان سبيح القاصم. سبيح يوميت دعاني. الله يرحمه. أنزهان كل شوقية. فأنا كتبت مكان هذا. في الصنارة. كتبت من الـ 84 إلى 91. في الصنارة. من الـ 92 إلى حد الـ 97 إلى 98. ظلتنا كل العرب. بعدين صرت أكتب في الاتحاد. من أي سنة إلى أي سنة؟ في كل العرب. من الـ 92 إلى الـ 97. منذ فترة طويلة. وقومت بانوراما. بانوراما. 15 سنة. لأكتر حتى من 15 سنة. لا. و أعتزق في هذه الفترة. و نحن نعتز. طلعت كتاب كل كلماتك. المقالات التي تخفت. أخذت كل المقالات التي نشرتها في بانوراما. و نشرتها في كتاب. و مكتوب. نشرتها في بانوراما كلها. و مشاكل وكل بحائرة. عملت يوميتها. جمعتهم في كتاب. كان كثير مميز. كان كثير مميز. جمعت الفكتاب. مشاكل كل بحائرة. و طيار اسمها دائما. أما كثير مميزة كانت هذه. لحد اليوم. لحد اليوم يسألوني عنها. لحد اليوم. فأقول لك ليش. لأنه إحنا علجنا قضايا هامة في المجتمع. إحنا ما نأخذ هيك القضايا السطحية. كنا نفوت على هذا. بتلاكي أن البيوت مغطية. العلاقات الإنسانية بين البعض هنا مغطية. العلاقات العائلية داخلها فيها مغطية. يعني فيه مشاكل اللي بتقدر تحلها بسهولة. رأس مالها صدقنا. رأس مالها بس التفاهم. لنتفهم أولادنا. لنتفهم اللي حوالينا. قضية التفاهم إلها دورها. فهم الآخر إلو دوره في حياتنا. فأنا دائما بظلنا أقول. يعني مشاكلنا نقدر نحلها. فأبسط الطرق. نعم. نعم. هكي أنا. يعني عندي كمان مجال الحكي. بس فيك. التزام الوقت هذا. قاتل الله الوقت. بغض من عمرنا. هذا الزمن. الزمن هذا اللي بتقدر تقول. إنه زمن ماشي. لا مش ماشي. بتتفاجأ إنك أنت كنت هيك. وصورة هيك. بعدين وصورة هيك. بس ده كلك شغلة. شوقية. بكل الناس اللي يعني. بتمحة صادمة. بكل الإنسان. أنا أقول الإنسان اللي بوش عرش في الوقت. اللي الوقت بمضي بسرعة. هذا هو الإنسان السعيد. الإنسان السعيد. وقته بمرك بسرعة. وبكاش داري إنه الوقت بمرك. الوقت لما بمشيش. وبيكون بطيء. هذا هاي المشكلة. يعني حتى في الأمثال الشعبية. بتعرف الوقت هذا يا ليل ما أطولك على الموجوع. على الموجوع. على الحزين. يعني طلع. برضو الوقت السريع لازم نعبيه. نعبيه بالأشياء المفيدة. بالأشياء السعيدة. بالأشياء. أقول لك إحنا مضبوط عايشين في زمن حزين. يعني في كل الأخبار بتقول إحنا حزينين. بس بنفس الوقت من جوه لازم على الأقل. نعطي هذا الزمن جماليته. جمالية العلاقات. جمالية الإنسانية. جمالية المحبة. أنا بقى من هناك. جمالية أهل الناصري. من أين جئت إنتي؟. أهل الناصر. شوقية عروق. طيدة. كاتبة. وإعلامية. ومشهورة. الله يخليك. يعني يشرر ماضيك بالبنان. في المجال الإعلامي. شكراً عزيزتي. شكراً لأيك. شكراً لأيك. شكراً لأيك. وأنا بعتز فيك. وأنا بعتز فيك. الله يخليك. شكراً عزيزتي. نحن إلى هنا. نأتي إلى نهاية هذه الفكرة. مع الكاتبة والإعلامية. شوقية عروق من الطيرة. بعد أكليل سنعود إليكم من خلال فكرة أخرى. لكن نكون مع فاصل بعد الفاصل نعود مرة أخرى. إلى اللقاء.